منوعات من هنا وهناك منوعات رياضية مختلفة لكن في كتير منها أو هي بالأساس تمس النادي الأهلي بشكل مباشر كابتن عصام عفتاح رئيس لجنة الحكام السابق من ساعة لما ميشي من اللجنة وفي حلقه غصة من الأهلي وبيعتقد أنه الأهلي كان رافض لوجوده مداية من قراراته وتدخلاته وشفنا إحنا فترات كتيرة برغم أن الأهلي ساعتها لم يسق أبدا لكابتن عصام عفتاح أو لغيره كان بيطالب بإصلاح منظومة التحكيم كان بيخاطب اتحاد الكورة باستمرار والربطة بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التحكيم لتوفير أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنفسة مش لصالحه ولكن لصالح المسابقة اللي هو طرف فيها صار كابتن عصام بعد فترة غياب وبرضه مع ظهوره جاي يثير الجدل حول النادي الأهلي فقال أنه مارك تلاتنبرج الإنجليزي رئيس لجنة الحكام السابق اللي جيه بعد بينه قال أنه هو الراجل كان تعمد يغير الخط بتاع ظهار التسلل في مباراة الأهلي وفارقه علشان يجامل للأهلي أو يزبط صحة الهدف طبعا كلاتنبرج شاف أن ده أمر يمس سمعته فرد عليه فورا على طول وقال أن أنا هقضيه وأن أنا مش هسكت على كده لسبب بسيط جدا الواقع اللي هو بيقولها أنا ما كنتش موجود أنا ما جيتش كنت لسه كلام ده حصل وأنا قبل ما تسلم العمل وما ليش علاقة بالواقع فكان الرد بتاعه مقنع جدا خاصة في أنه عمليا الراجل ما كانش موجود طب هل كان المقصود الترويج لمجاملة الأهلي خاصة أن الواقع أنت بتتكلم كابتن عصام عفتاح عايز يرفض الوجود الأجنابي في لجنة الحكام حقه من الحكام الكبار ورأس اللجنة وكان عضو مجلس دارة في الاتحاد فعنده حيثياته اللي تخليه يتعشن في رئاسة لجنة الحكام من المؤكد أنه ده منطقي وطبيعي لكن هو بالثمرار الترويج لفكرة أنه حتى رئيس اللجنة الرجل الإنجليزي اللي الآخرون قالوا فيه أسوأ مقالة مالك في الخمر عشان يمشي عشان يمشي يعني اتقال فيه أسوأ مما قيل من كلام أعتقد كلكم فاكرين وعارفين سبب ماشيانه لا كابتن جمال طالع عيني عيني جمال عبد حميد جمال عبد حميد فالأهل ما كانش طرفه كل ده ومع هذا لما الكابتن عصام يتكلم يبقى الإشارة إلى أنه الأهل كان بيتجامل من الرجل الإنجليزي طب علشان كلام عصام عبد فتاح لا يمر هكذا والناس اللي ممكن تكون ناسية أصلا مباراة الأهل وفارقه والخط اللي اتعامل هل كان فعلا الهدف سليم ولا مش سليم دي وقعت الكابتن محمود عشور ومن بعدها كان فيه مشاكل كتيرة المحمود عشور كابتن سامير عثمان واحد من محلل التحكيم وخبراءه اتكلم في وقتها عن مدى صحة هدف الأهلي اللي تدخل فيه محمود عشور نفكركم بكلام كابتن سامير عثمان نفكركم ونفكر كمان او نشوف الأول الكابتن عصام الخطوط غلط الأول علشان ما نسبقش الحدث نسمع كلام كابتن عصام وقع لحكم كابتن محمود عشور ودينه ثمن شهور ما بيحكم في مصر كان فيه مباراة للنادي الأهلي النبي أصلا ما عندوش دورة محاضرين محلين في إنجلترا وحاول يحلق الخطوط عشان يرادي حد يعمل حد كابتن عيب حاول يعمل ايه اسمع حاول الخط يتلاعب فيه عشان يطلع عن الكرة هدف أو مش هدف كلام بجد والله العظيم ده كان فمتش ايه خذ بس أنا مش فاكل بس كان محمود عشور هو الفعل ده كان ماتش أهلي أو زمالك كان ماتش أهلي أعتقد وتم إلغاء هدف للتسلل المهم فهو عمل لا لا أنا مهتم معرف والناس مهتم ما تعرف هو كان نعاوز يطلع كرة هدف اللي صالح مين كان على هدف ضد الاهلي كان لصالح الاهلي محمود عشور حسابها تسلل هو كان عاوز يطلع هدف بحقي الأمر يا رجل ده اتعرضت أنا طبعا كنت أنا مشيت قبل ما يجي هو بيوم هيا كان حيات الأمر ايه تسلل كانت تسلل ده الرجل حتى يعني عمل حاول بكل الطرق أكلتنبرج أكلتنبرج لكن أنا بكلم على محمود عشور ده كان ماتش الأهلي وفاركو هو الكابتن الكابتن عصام هو بيقول تلاعب في الخطوط يا كابتن عصام الخطوط قالوا كنتوا حطينا كده ليه لما جدت الحالة دي بعد 15 يوم والعشرين يوم تنقشوها انتوا اللي عرضتوا الحالة عليه هو ما كانش موجود ساعة التلاعب في الخطوط تعال شوف مين اللي تلاعب في الخطوط هتلاقينا أستاذ إفراهيم كابتن سامير عصمان خبير التحكيم الرأي في الهدف هل كان محمود عشور خطه سليم ولا لا نفكر احنا بعد ما عملنا الخطوط اللي احنا شايفنا قررنا مع هاني عفتاح ان الهدف سليم أما جينا عملنا مسافات شوفنا ان المسافة المسافة من آخر مدافع الخط المرمى كان 15 متر و 48 سنتي طيب المهاجم اللي اتحسب عليه لو أقل من 15 متر 48 سنتي نشوف خطوط الفار اتعاملت ازاي نقطة لازم تبقى محطوطة في الكتف ده يعني الخط ده يبقى محطوط هنا ده السورة اللي تعلي من تقنيط الفار أو غرب في الفار تبقى لرؤيتي هدف الاهلي سليم هيا 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 مش تبقى لرؤيتك تبقى لرؤيت الجميع بلا استثناء يعني يبقى مين اللي حطت تلاعب الخطوط مين اللي حطت الخطوط غلط الفار محمود عشور كان مين المسؤول نقول كان فلا هي دي القصة انك تلم يجي حد بقى ينخش كلك يصل الخط ده محطوط غلط توم تقول ده بيتلاعب في الخطوط مجملة اللي نادي على حساب مجملة هادي اهو كابت سبيل عثمان قال لك ايه الفار عشان يزبط انها في صايد حط الخطوط غلط طيب كابتن سامير عثمان يا كابتن اصاب يكفي ولا تاخد جهات جريشة كمان خد جهات جريشة جدا النهاردة في مباراة الاهلي وفاركو الغاء هدف الاهلي بداية التسلل هنتفرج عليها ونحلالها مع بعض ونشوف الخطوط اللي ترسمت ساعة اللمس الكرة كان لسه فيها يعني الكرة اللي تلعبت كان لازم تستنى خروج الكرة بالكامل وترسم الخط هو يترسم الخط قبل خروج الكرة وبالتالي الخط لما ترسم ترسم من الرجبة اللي تحت لو من الكتف اللعيب الخط اللعب النادي فاركو مغطي تماما اللعب النادي الاهلي المسافة من خط منطقة الجزاء للعب النادي الاهلي اصغر من المسافة من خط منطقة الجزاء لنهاية كتف فرقه وبالتالي حتى من غير خطوط بالنظر هتلاقي الكرة سليمة وهدف سليم ملغي للنادي الأهل طيب كابتن جاد اللي بيحاول يطلع لك اي غلطة في اي حاجة قال لك دي بالنظر يعني مش عايزة فات والنسبة الحاجة تانية عكسية يعني كابتن سمير عثمان جابها من عنده جود هو جابها لك من منطقة الجزاء هتلاقي العيب النادي الأهل اقرب لخط منطقة الجزاء من لعيب الله رغم انه قال انه اتحسبت برضو مش لحظة خروجه يعني حجم الاخطاء اللي حصلت من الفار في اللقطة دي ما كانش كلاتنبرج يعني اما ييجي يقول رأيه ان دا كل دا غلط زي ما قاله سمير عثمان ان دا غلط زي ما قال جهات جريشة ان دا غلط انك تلغي انك تحسب لعب القالة في صيد وكلاتنبرج ييجي يأكد على كلامهم ليس عندك حد تاني؟ ليست شهادة واحدة ولا اثنين بل ثلاثة التالتة لكابتن توفيه السيد عشان الكابتن عصامي مبسط الكرة دي ايه يا كابتن الاول قبل ما نتكلم على الاداة احمد الغندور قولا واحدا بصدق هدف صحيح ما في المجر طب يا كابتن يعني اسألك سؤال معلش انا قاسف يعني يعني ما تكون كرة بهذا الوضوح وفيه فار حلو والفار ثبت لك الصورة وعمل لك الخط وكل حاجة وتتحسب برضو اوف سايد يعني ده عامل الخط ده عامل الخط منين بس اللي فار عامل الخط هنا كتن محمد حتى البروتوكول بتاع الخطوط معمولة غلط ده معمولة من بطن اللعيف المصطرد ما هي اقرب نقطة الخط المرمى اللي هي كتف اللعيف مش بطنه مظبوط انت بتتكلم عالكتف اللي هو اقرب للخط لخط المرمى بالضبط كتف يعني ده خط حتطع اللي قالي عالكتف الشمال ها اللي فوق وشه لينا وهتطع عالكتف الشمال لللعب اللي وشه له جود فعاكس الخط عامله كده يعني كل توفيق السايد ده واحد مسؤولين وكان بيعاني الحكاية اي فكلامه قال قولا واحدا هدف صحيح ماء بالماء اي هي كابتن عصاب كل دور على فكرة زميلك ورجالتك كلاتنبرج ما له عملت انت بينك وبين كلاتنبرج انت مستقلوا بالنسبالك انت شايف نفسك اعلى منه واخد شهادات اعلى منه واخد كرصات اعلى منه ومركزك الدولي اعلى منه هذا حقك اطلع انتقده زي ما انت عايت لكن ما تدللش على وقاع تخص نادي لالي وكان صاحب حق فيها